شكرا بكم مشاهدي نهاح نبيكم عده جديد من حصيتكم ينار نهار بص grouping اليوم سيكون ناسي ينحملوверж من هذا الناس يحملوه شاوية اليوم كل هذه الأسئلة وأكثر سنجاوبكم عليها أنا دوك أفستاد تاتيس جيوزوا وقالوا لنا الناسين ما يخدم هنا الروحوا نشوفوه ونعودوا نقول لكم تبعونا السلام عليكم السلام عليكم الناس يحبين أن نجوزوا معكين جورني الناس يسقسيوا بزاف الناس يحملوه شاوية اليوم يعفو فلاج ياسكا بوكو بلفلاج ياسكا كتانديك كاريير شاب الله يبارك مالا جاسكا أولا مرحبا بكم عندنا زول في اللون نشكركم على هذا الالتفاثة وانتفكرتونا نسي محملوه يقعد في الميدان تاكورات القادم ونراه يخدم مع أمال شبيبات القبائل ونراني مدر بتاعهم هذا السنة ونحبس العملية في تاكورات القادم ودخلت ميدان تدريب في شبيبات القبائل وإن شاء الله نكمله في هذا المينوان إن شاء الله كنت قادر كنت قادر كنت عندي اتصالات مع فرق وإن بلوس بلوس مورالمون واحد دار دار الكارير تاعه لازم يخلي المكان تاعه انضيف ويخلي المكان للشبان احنا جوزنا كما قلت عيامنا مع شبيبات القبائل مع فرق واحد أخرى ستي ليانا كان حان الوقت باش واحد يعتزل الميدان كلاعب وحمد الله دخلت ديركت في ميدان تدريب وان ما رانيش بعيد على اللاعبين وان راني قريب لهم ونقدم النصائح ونتعلم هذا المهنة صعيبة كنت لاعب كنت نجيري لكارير تاعي واحد كنت براسي بصح دركة مع اللاعبين مهنة صعيبة بزاف مهنة التدريب وان شاء الله مع الوقت ومع نجوز الديبلوم تاني شيء مهم جدا وان شاء الله بوركوابوان نكملوا في هذا الميدان اللي اعطانا بزاف كورة القدم واحد ما يخفاش عليك باللي حياتنا قا جوزناها في الميدان وان شاء الله نكملوا مهنة التدريب بأحسن ما يكون نسمك الدخول في الميال نوفمبر على البالي بلي ديشيبونير ليه ممكن لتنساهم كم التعبير في الكوب دافريك ديت تتر معلاجي أسكا ونفوال الشامبيونة الكوب داجيري وان شاء الله وش تحسين حالك تشوفها كدورة من قداش نعبرها على وش نحاس بسكو جوزت كم يقول لك معظم مسيرتي هنا في شبيبا معظم صغري تاني بديت مع الأساغير وان طلعت للحقت مع الفريق الأول كما قلت لعبت معها كؤوس إفريقية بطولات كلما ندخل الميدان هذا نتفكر غير حاجة مليحة مالغري جوزت أوقات صعبة بالصحة كنا ندخل هنا نتفكر غير الأيام الجميلة على شبيبا وان كانت عندنا كانت عندنا فارق يلعب بالألقاب ويلعب الكؤوس إفريقية وصافي بليزير شك فوان نعود نولي له هنا كما قلت لكراني مع تدريب الحمد لله ما عشت بي بيت القبعيل وانت ربيت وان تعلمت تعلمت كورات القادم وكلما ندخل هنا نتفكر غير ونرحب مربعة نسلم راح حريحة ولم نعيوكش بزاق واقف أسفا مرحباً سوف نتعرف أشخاص بشترات المشاهدة نفسنا فهي تقوم بالضغط بالفوتبول يجب أن يكمل فيه كما قالوا الفوتبول سي سبور بوبولار ونس في كارية صغيرة تلعب بلون بدينا في الحومة ونبعد جينا دلنا لسيليكسيو مع فيشياسكا ونقبلونا ومن الوقت هذا كمالنا طلعنا في الزيشلون ونبعد كيلحقنا السينيور ولت مهنة تعنا ونولينا لعبين تعال الفارق الأول ونولت مهنة ونواحد دهام دهام كمهنة في الأول كانت جيست بولي بلزير واحد يلعب في الحومة يجي يلعب فسطات كبير في الفارق عارق كما شبيبات القبائل وان معظم شبان يحلموا يلعبوا في شبيبات القبائل كنا كيف كيف حنا يا نهار قبلونا هنا في الفارق كنا فرحانين وان لعبوا لفارق عارق ومع الوقت كما قلت لك يلحقنا الفارق الأول ولت مهنة تعنا وان بدينا ندخلوا الضراعهم وان بدينا نلعبوا على البطولات وعلى الكؤوس الإفريقية وكملنا كده تل لافاند كارير ناسي مشي سهل ترفض القميس تع شبيبات القبائل نادي عارق عنده ألقاب باش تفرض نفسك وخاصة انت جيت في وقت كانوا لعبين شبيبات القبائل كان المستوى عالي حكي لنا شوية كيفاش برمي مواشتاع كيفاش كانت أول تجربة لك مع مع الأكبر برمي مواشتاعي كان صدفة كما يقول لك كنت ندرب مع الأمال كنت في عمري 17 سنة وان المدرب الأمال قال لي غدوة طرح تدرب مع الفارق الأول وانا كنت نقرأهم ممطن قلت له بصحة نقرأ قال لي خير سواء طرح تقرأ سواء طرح تدرب مع الفارق الأول وانظن ثاني الخوية عاوني بزاف وان كان هو في الرياضة ثاني كان يدر كرة اليد وان قلي هذه الفرصة تاعك ودو من دك جيت انترينيت مع الفارق الأول من الانترينمون دوني للوتيل وانا رحنا لعبنا دير بي مع شبيبات بجايا ثم البرمي انترينمون تاعي كنت كنفوكي مع الأكبر وانا رحنا لعبنا في بجايا ودرنا تعادل صفر صفر كما يقول لك واحد كان وستي يمسي هالغوزانج وانا ما كنتش مأمن بلي كنت مع الفارق الأول كما قلت كانوا لعبين كانوا لعبين كبار في الفارق هذا مثل كان حاكيم الدان عزيز بن حملات براهيم ظافور ديري وش وبالقايد وانظن كنت معهم في الفندوق وفي المقابلة هذه كانت مفخرة لي وحمد الله من المباراة ديك ما زيتش حبطت لصين في الأمان وانكملت مع الأكبر والناس تعرف الباقية ناسي من شبيبات القبائل كما كنت قول فارق كبير فارق عارق متشوش بالي هذا تاني ينعاكش على الشبال لم يتحقوا الام شبيبات القبائل كين شباب ما يحملش الدغط شبيبات القبائل علش نقول انصار شبيبات متكلفين شوية والفو 14 للقاب سبعة كؤوس إفريقية لان ما تقولوش هذا الفارق يلعب على المنتيان ولا يلعب على البود يومبرك لازم مانتيتر ومينيمون في السيزان فرض شوية هذا الدغط لازم لعبين اللي يجوا لشبيبات القبائل يعرفوكش يصيروا الدغط هذا لازم يكونوا وجدين بسكو فارق شبيبات القبائل ما هوش فارق كما الفرق الاخرى وان مولف يلعب الالقاب وان كان يلعب كؤوس إفريقية وان يمثل جزائر كان الفارق الواحد اللي كان يمثل جزائر في الكؤوس الإفريقية سيفري واحد كي يجي من برة ويجي شبيبات القبائل هذا فارق ما هوش عادي ماشي كما الفرق الاخر وان كما قلت لسيبورتات جيسكا يطلبوا توجر اكثر بسكو اللفناهم والأجيال اللي كانت قبلنا ولفتهم بالالقاب ننظن اللاعبين تاني اللي يجوا وعين وعين بلي هذا الفارق ما هوش فارق عادي لازم يوجدوا رحهم لازم تاني المسؤولين يوجدوهم بسكو ما كاش منها فارق كيما شبيبات القبائل كيما قلت يلعب على البقاء ولا يلعب على المراتب الاخيرة ناسي محبيد نسكسيك شها من اللقب عندك وعشبيبات القبائل عندي ثلثة كؤوس افريقية كأس الكاف وعندي بطولتين تاع 2004 و2006 ننظن مكاش كيما يقول لك مفخرة لي وين تحت في الان بريود وين الشبيبة كانت لعب بالأدوار أولا وكانت لعب الكؤوس الافريقية ننظن مفخرة لي ولكل كل اللاعبين كانوا هذا الوقت وين شرفنا الكورة الجزائرية أولا وشرفنا ثاني لمنطقة القبائل خاصة وين واحد ما يقفش عليك للا بريودة هذي كانت لدي سيني نوار تاع الإرهاب وثاني لقضية العرش في منطقة القبائل كانت صعوبات كبيرة وإحنا كان علينا غير نشرف العالم الجزائري ولمنطقة القبائل خاصة وإن أدينا المجهود وإن توجينا بثلاثة كؤوس افريقية متتالية ودي تزوج بطولات باركة في الأقل كما يقول خمس ألقاب ثلاثة كنت كل موسم تدينا قبائل ألفين ألفين وواحد ألفين واثنين ألفين واربعة ألفين وخمسة ناسيم ناسيم بلا كؤوس افريقية كانت عندها طعم ما شوش باللي فينا ضد الإسماعيلية اللي كانت عندها طعم آخر خاصة إنكم تعادلتوا في مباراة ذهب واحد واحد بسجل بن دحمان فوما مباراة القيام بالصفر الصفر ملعب خمسة جوية اللي كان فيه مية وعشين ألف متفرج نظن بالهي هذك النهائي واحد ما ينساش وإن في الذهاب دلنا واحد واحد ونسجل بن دحمان هدفته عادل نظن الماتشرو تور كان صعيب بزاف وإن فارق إسماعيلية كان فارق قوي هنا داك وحنا يتاني كنا عندنا فارق متجانس وكانوا لعبين كبار نظن كان مقابلة صعيبة وكيما قلت كان ملعب خمسة جوية مكترض بره كتر من الداخل نظن الحظ كان معنا في هذك اللقطة تعالبوتو تعالبوتو أنا نظن باللي العام هذا كتبت كتبت الفارق الشبيبات تديلك الكأس ومن بعد أنا هنشيني معنا الدوزيام كوب ولا ترازيام كوب وما يخفاش عليك تاني لأperiod هذيك جوزنا دي مومان ديفيسيل بعد وفاة اللعب حسين قسمي الله يرحمو عيوسا عليه وإن جوزنا تاني دي مومان ديفيسيل كان معنا في الفارق كان في القروب وكنا باغين هذيك الكأس اللولى نهدوها ليه بسكوب داها معنا والله غالب مكملها كالمكتوب توفى هنا في الملعب من الجهة الملهي أنا نظن باللي حنا كان علينا غير نديروا مجهودات باشنا عمبالي دي دي سا تكوب والله غالب كنا باغين يكون معنا وهذا هو المكتوب ربي يرحمو يوسع علي قلت لي الحض كان معنا الحض مقبلها ما كانش معاكم في التسعة وتسعين همولدية شايفة القبائل تخسر نهائيين في ضرف أسبوع نهائي الكأس مع اتحاد العاصمة والنهائي كانت هذيك الوقت شامبلونات تلعب على دي جروب مع مولدية الجزائر في ملعب زابانا بوهران ناسيم شوية صعيب أنه الواحد يتقبل ما يهزيمت لقابين في أسبوع واحد صح كانت خسارة زوج نهي تعكس الجزائر وتع البطولة كانت أوقات صعبة للفريق وأن الشابة كانت تم بدأت تعود تولي الواجهة وأن لحقت النهائي كأس الجزائر والنهائي البطولة الغالب خسرتهم مع فريقين ثاني اللي كانوا أنا ذاك كانوا فريقين قويين كلمولودية كليسمى لكن الجمهور وإحنا ثاني كلاعبين ما تقبلناها شهد الخسارة في النهائي تعكس الجزائر وتع البطولة وأن العاملة مواراها توجنا بكأس إفريقيا وكملنا هكذا كونشينينا وأن أنا نظن التيتر اللي مركاني أنا هو البطولة تاع الفين واربعة بسكو مخفاش عليك شبيبة مدتش بطولة تسع سنين بسكو مدتش البطولة وفي الفين واربعة درنا بوم باركور وين قدرنا ننفوز بهذه البطولة وانا سيتي لأبرميراني وين لعبتك على السيزون ولعبت في منصب مشي منصبية لعبتك ظاهر عيصر البطولة كاملة لعبتها كظاهر عيصر وأنت واسط ميدان وأنا واسط ميدان كما يقول لك العبت في ظاهر عيصر وانفزنا بالبطولة وكان سيراء قوي مع اتحاد العاصمة اللي كانت عندها فريق قوي هنا ذك أنا نظن هذه البطولة كانت لها طعم خاص بسكو شبيبة كانت بعد لطرواتي تتاكو بدافري كانت تحوس على البطولة وطحنا هنا في الجيل وانفزنا بهذه البطولة وحمد لله ربي ووفقنا وقدرنا نعود نرجع الشبيبة للألقاب في البطولة وثاني في 2006 كيف مع المدرب جن إفشي وانقدرنا نفوز ثاني بهذه البطولة ناسين في الفوتبول قل كين ديوو يديبا بلك في المسيرة تاكو جوز شوية أمور صعب وش من هم الأمور هذو اللي ماكو حبزة تعود تولي لهم جوزها فريما صعيبا قلت لك بوفاة حسين قسمي كانت أول صدمة ليا بسكو كنت غير كما طلعت في الفريق الأول وكان حسين لاي رحمه وكان قريب لي نحن الليجون وان كانت أول صدمة صح نظن أنا لحاجة اللي شغل قصني بزا فلا بليس يرتاعي في الليجة من كروازي واندرت كما قلت لك عام في الدمي الكات كظاهر أيصر راح تمام الفريق الأول الفريق الوطني الأول بعد ذلك العام اللي موراه غير بدأ شمبيونات بليسيت كومبارازار في ملعب حملاوي في قصمتينة وان كانت صدمة ليا لكن بالمجهودات واحد يأمن يأمن بالمكتوب واحد ما لازمش يجهل ولا يأمن بالمكتوب وانقدرت نعود نولي وعود كما يقول لك عودت استرجعت مكانتي في الفريق وتوشت بالبطولة في الفين وستة أنا أظن المومو هذا سيطل بلو ديفيسي بول موال تعالى بليسير تعالى لقاموك الوازي في الدمي الكات ومشي سمكان سهل في الوقت هادا مكان شبالك لموالي رامضوك باش اللعب دير لقاموك الوازي وقت رحسي شهروا لما لا بيش ما تلعش باش تعاود تولي لازم فريمو يكون عندك كيني مليح لازم ناس اللي توفر لك كل إمكانية باش تقعد تسكنوا هم الناس اللي وقفوا معا في ذاك المومات صح اللي وقفوا معايا هي عائلتي أولا وان العجوز وخويا واختي اللي وقفوا معايا بزاف ومرتي ثاني كنا في ينصل الى بريودة هذي كون وقفوا معايا بزاف ثاني أولاد حمتي من ساهم شما كانوا يزوروني كل يوم في الدار مام لاعبين اللي كانوا أنا ذاك كانوا لفيت على الماشي لتشفة اللي قاموا كروازي اللي عايبين قادوا معايا حتى الوحدة تأصبح كانت في رمضان قادوا معايا في الدار وان طلعوا للمورال وان قادوا معايا غضوا من ذاك ربحوا بستة مع مولوديا وان نشكرهم على هذا هذا الشي كما قلت لك عائلتي هي اللي وقفت معايا بزاف فالليمومون ديفيسين وان قدرت نولي أربع شهور وليت ندرب مع الفريق ننظن وحد كما قلت لك أمنت بالمكتوب وقدرت نبون الريدوكاسيوم على الكين اللي كان أنا ذاك قيو نحيوه على المناسبة وان وقف معايا وان عاوني بزاف هو يزعف دائم كي قولوا لوغر قيو برك راشيد واسمه راشيد راشيد عبدالجبار أخوي نحيوه وان كان عاوني بزاف وان قدرت نولي التدريبات بعد أربعة شهور ومبعد لعبت برمي ماتش أبريسي موا كنت سيتي كونتر لامسيو هنا دخلت في الميتان الحمد لله مالقريلا بليسير عاوني وزيت عشر سنين التأكور تقادم وحد يشكر كما يقول كلادو لي وقفوا معايا ونشكر ربي سبحانه هو لي خلاني نعاود نولي وحمد لله كملت لكارير تاعي ونشكر كل يعاوني نسيب حكيت للحومة للدار على هكذا مانيش حاب نحرك كل شهن أنا حاب نشوف الناس هدولي فريمون راكت تكنن لهم قهد الاحترام الناس يتقادلهم يتقول يعاونوني نروح نشوف وين تربيت الله ربي آياد ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 وناحنا نساكر فيه بزا بصح العائدة تعنات تساكر فيه أنكور بلش سرتول المراه هي اللي استكلفت تربية الأولاد ونشكر عال وكان ماشي هي اللي وقفت معايا وكيم يقول لك سندتني في الكارير تاعي وأن بلاك ملحقش ونلحقت في الكاريرتائي نظن نرجع هذا الوقت نسترجع هذا الوقت ليضيعناه مع الدراري ونوقفوا معهم في قرائتهم يديروا شوية سبور يجو معي دفوا الاصطاد أنا نظن من شيء غير المرأة من العجوز ما يخفش عليك الوالد توفى كنت في عمري عامين ونعجوزية التي تكلفت بي وتكلفت بكل عائلة نظن ما نقدرش نرجع لها الخير بسكو وش درت عليها وش درت عليها وخوتي أنا نظن نشكرها بزاف ون ما لقري نشكرها كل يوم من لحقش وش جوزت معي نظن باللي سيقراسة اللي جواندو الناس ما تبلك مع لبلهاش باللي الفامي تساكر فيه بزاف ون حنا تلتون دي بلاصمون والناخر هم اللي يستكلفوا كين دخلوا من دي بلاصمون واحد يكون عيان واحد يكون ونصبروا معنا ونشكرهم على هذا النس تسائل يقول لك ناسيم خرج من الجياسكا في وقت كنت قادر تمت الجياسكا حابين يعرفوا أسكن لو شوا ديالك باش تخرج من الجياسكا ولا كانوا أمور خلوا ناسيم لازم يغادر الجياسكا هذا كل وقت كما يقول لك سيكون طريق ديفيسيل بسكو ما يخفش عليك كنت في إن بريود في شبيبة وان كنت شبيبة تلعب العلقاب وان كنت أنا ثاني بديت وليت أندي كادر في الفاريق وان كنت في عدة مقابلات كنت قائد الفاريق وان كنت عن كادر بالصح كانوا عوامل خارجية اللي خلاني نقرر نغادر شبيبة وان كانوا بزاف مشاكل كنت عندي بزاف مشاكل مع مع الشيناس ننظن ستي بان ديسيزيون فاصيل ما كانش تسهلة بلكن الناس تقول غادر شبيبة وكذا بالصح أنا كنت بكل صراحة ما كنتش نرقود في الليل كنت نخمن بزاف على هال الديسيزيون هدي وان شغل جيبوزي جيبوزي لبوري لكونتر وان قيت باللي صراولي بزاف بزاف مشاكل في الشبيبة للدود دنيا اعزاني تايف في الشبيبة وان تحقرت بزاف من عندشي ناس مام ان بارتي تعلی سوپورتير وان كون ماشيق الحمدلله ماشيق لسوپورتير تعلی سوپورتير تعلی شبيبة وان ان بارتي شاك مات شاك فوا تدخل الستاد يتالبوك يسبوك ومانا ان سرطان مومان ستی بلوس مورال كواتر شوز لغالب ستدي شوى وان قررت نغادر شبيبة ستی پان شوز فاصل لو كان كمال يوم بالاك كنت نخمم انكور بلوس بساح كم قوت لك ستدي شوى واحد ما يندمش عليهم سي فري كنت قادر نزد نمد اكتر في الشبيبة بسك جي تيان وان كنت عندي قادر اكتب اكتب اللي راح ننغادر شبيبة وراحت لالاتحاد نعنا بالي مندمش عليها وان فوت دو سيزون بلان صعب انو النوفون دو كلاب والاوليد المدينة زي وزوي يلعب في فارق بحجم شبيبات القبائل ويكون عندو صوع ويكونوا مشاكل في الفارق تكون بالك انتا تكون في الواجهة كما قولو بالعرب الناس بالك ما تحسش بهذا بالصح احنا الاولاد الفارق كنا الوليين اللي نحسوا بهذا الشي كيت نخسروا مقابلة ولا نديروا انفوبا ولا ما نفوزوش هنا على الضميسيل وان كنا كان صعب علينا باش نخرجوا من الدار ديجا تبدأ في الدار تبدأ من بعد اولاد حوما ومن بعد هنا في المدينة زي وزو كان صعب بس كحنا عشنا مع هذا الفارق وانكبرنا في هذا الفارق وان ما مقبل من اللعبوا في الفارق كنا مناصرين لهذا الفارق بس كحنا من مدينة زي وزو واحد ما يكتبش عليك كنا عنا غير شبابة القبائل عنا شبابة القبائل وان كنا نتبعوها من الصغر كان صعبة بزاف علينا كانت انبريسيون شوي علينا احنا ولاد الفارق ننظن مش غير ناسي محملوي لغادر الفارق كان لعبين تاني ولاد الفارق غادروا الفارق بلك بولي مام ريزون كما نا ولا بلك بول دوت الريزون ننظن بلي واحد ما لازمش ينكر الخير اللي عطت له شبيبة القبائل هي اللي درت لي اسم هي اللي الما كي مقلك بروبوسي الفارق الوطني الاول وين ربحت ديتي ترمعها واننظن واحد ما ينكرش بصح ستي لابريود هذي ستي المومون وين واحد يبدل وما يندمش على هاد الشي كي ما قلت لك جبوبي بلك فار بلوس مي تحت فان مومون وين جبري لا ديزيزيون روح وستي مير من ريفليشي ستي با فاصيل ست فري ستي با فاصيل من بش رحتم الشابيبة واننظن لازم الناس تفهم على ش رحتم الشابيبة انشاء الله نكون وصلنا لي ماج على ناسي محملوي وكان نبقى ونحكيه ونكملوها هنا ما زال بلاشخ دخير ما حو نشوفوهم وين تدينا دوكا ديكم وين كبرت في الحومة حي الموظفين تمالي كبرت تمالي عشت نح ناسي مدوكا لحقنا بالك البلاصة اللي زيت وتربيت فيها على بارب اللي ديشوفين يرتاني شابين هنا شو يعرفوا بول بلك حكيلي كيف اشتربيتنا سيم قولوا عائلة متوسطة الدخل كما قولوا فقيرة لا باس ميسورة عائلة متوسطة الدخل كما قلت لك الشيخ الله رحمته وفا وانا كنت في عمري عامين كانت ختيل كبيرة في الدر كانت عندها 12 سنة العجوزية اللي تكفلت بينا وان صبرت علينا وان كانت هي تخدم علينا هي تراه كتنوة في الصباح وتخدم علينا وصح ما حسيناش واحد ما يكتبش على روحه هي لعبة الرول تاع الأب وتاع الأم في نفس الوقت وثاني خوتي وخويا ما ما هم عاونوني بزاف بش كبرت وعاوني ورجعت هكذا نشكرهم بزاف وانا أقول لك العجوز فوق العين والرأس كما يقول لك سوفرات بزاف معانا كما أخذت الواحد كي يلعب دور تاع الأب وتاع الأم في نفس الوقت ماشي حاجة سهلة ودور كاران نرجع لها الخير تاعها وكما شدت الحي وان كبرت حي الموظفين راكو تشوف حي كما يقول كارتي بوبيلير وان كنا نلعبو هنا وكبرت هنا وان هنا لتعلم كرة القادم قبل هنا كنت لعب قبل من راح للشبيب وانا هنا جوزت معظم أوقاتي وانا مع أولاد الحما اللي عاونوني ثاني ولي كانوا يشجعوني باش نراح بعيد في المسيرة كوروية سيما قلت لي هاد نقطة ترحت هاتانيش بزاف مليحة بالك في صغرق هنا في تيران وانا في الحما تدير ديزاتي اللي معلاء بالكش نتبلي ان سينيور ديرهم بايزوبان كنترول باس كنترول تير سنتر احنا نديرهم هاكدار جوش بولو بليزير ما تلحق ان سينيور وتلحق ولا كيد ودخل وقالو في الفوتبول باش نتبلي هنا تلعب بالون كما قولو ومبات كيد تدخل لليكوش وتلعب في الفوتبول ماشي كيف صح صح سيبالا مم شوز بس صح سيبارتو باري الفوتبول سي نتعلم تحاجة سيليمم زاكسيون تلعب في الحومة ولا تلعب ولا تلعب اموات شوفيسيال ولا انك انكو بدافريك ولا معلاب لشانا سيليمم زاكسيون يحودي وكورة القدم هي هي كما قل سيانجو سامبل وين الكنترول الي امبرطن وين احنا بكريبا لا كناش على بانا كنا اللعبو اللي يربح يرح يشرب قرع غازوس كما كامل كامل اللي جون فلسجيري كنا اللعبو بصح كي تدخل دون زين كلاب كي تبدأ تنطريني كي بدا يورو لك تتلقاب اللي هادو كوما سيليمم زاكسيون يعودي ولو سيبور ساحنا لي زاكريا كما قلت لك عنا خصوصيات جو تكنيك داك وين دون دي سيروفاس ردوية تقدر تدريبلي اين دو جوار وين تدلاب بون باس تعلمنا هام لتيران فاغ وين كنا اللعبو مصباح تلاشية بصح كي تدخل دون لكلب سا دهين بلوز ارغانيزي وين سيستركتوري وين تنحلي ديشي وين زيادة تقولي وانت خلاصي روحك وانت تكفري صاحبك وين ما يفلح وما كنا اللعبو طالعين قا حبطين قا وليسوسيال اللفاني يربح هذا مكان بسح كانت حلوة كان عندو بلو كان شارم لينسان كي يتفكرو يفرح يقول كي ما قلت دوكا بلو كان تلعب على قراءة غازوز ولا على حاجات ما كان هدك لشارم كان هدك لبليزير لفوتبول ناسيم مشي الواحد لو كان اللعبوه لبليزير لكي نقولو تلعب تستمتع عنها في الفوتبول يحي ولي الفوتبول ما يمكن ما خموش غير فضرعه بسير راح أبالك دماندي نمبرتكالجور ليلعب برمير ديفيزيون ليلعب بروفشيونال ولا دوركاما وشي لعب في الحومة يعودي لعب ليلعب في التيران صغار ومانا بسكو كان لعب تلعب تلعب يوجيه يوجيه ويوجيه لعب بزاف نكبروها بزاف فهي في الحق هي لعبة هي سين جو يعني ان قانيون ان بردون لازم واحد يتقبلها سيفري دخلت فيها بزاف حوايج وان الانسان كي يكبر تولي مهنتا وبالصح وبودي كونت سيجوه بالبليزير وانتا كي ترحب هذيك اللي دي بلي سين جو بالبليزير تبع يطرعه لازم في راسك أنا عام القديم لذيك اللي دي طينا وانسان رك اللي دي لن تفتح على القدم حياتك. إنه مجدد من رائعه لأنه مهمة. لو تسلح على القدم، وإن قد تحصل على القدم، لا تدخل على الأقل، يذهب على القدم، وما تسلح على القدم، بلدث من رائعه، ومنه يجب يجب على القدم. سنرى القدم في أوروبا، سيكون هناك عارفة، سيكون خسر، الناس تقبل الناس تتقبل الأمور هذا خير منك ربحك هذا بلاك ما كانش خير منك ربحك سيصال فوتبول كي تشوف فارق كما لايستير يدي البطولة بلايبين نو كان تدي نمبورتكال بريزيدان في الموند تقول لور واحد تدي دي جوار من عندي والله ما يديهم من جوار هذا انت تشوف لعب كما محرز ليراء و لاعب المنتقب الوطني في أولمبيك مرسيديا كان عنده تصريح رئيس النادي قال لهم أنا باش نجيب لعب من درجة هديك من جيبوش الفاريق الأنرى و أحسن لعب في البطولة الإنجليزية اللي ما رايش سهلة رايما أقوى البطولات في العالم صح صح ننظن بلي كي تشوف محرز يلعب تحس بلي روي لعب آلاز يجو صن جو يلعب آلاز صن كون پريسيون الحمد لله ربي وفقور أو اللي المير جوار انغلوتير أنا نمد نوتر إكزمبل طريز أمورتان اللي جان في الفاريق تاعي أنا نمد إكزم تاع إسلام سليماني بسكو الخرج من عندنا بسكو الناس شو بزاف محرز و لاعبين لي جاي ومبره أنا ندي لإكزم تاع إسلام سليماني كان يلعب في شراغة في الدرجة و أنا نعرف مليح كسر دي جما في الدرجة الرابعة أو لما بايش خامسة شوف وين لحق دركة وين رجع لاندي مير بيتر في الشمبيونة أوروبية وين بسكو خدم بسكو على بنو من نخرج حنا حنا لاعبين في الجزائر كامل لا ممنان ندي بالاكالكاتي ننسى ومن نخرجنا فهمت ننسى ومن نخرجنا غير نلاعبوا دو تروة ماتش أو لكات ماتش ونسينا ونسي لفناليتي نون إن كارير دفوتبول سا سيفي بات الحق الفوق الوع متشكل بالفعل نعيد على الجزائر حتى يتحقق في حياتك. كان يتحقق في شراء. كان هناك كلاب في الرب. وكان هناك كلاب في الرب. وكان هناك كلاب. وكان هناك كلاب. وحبوا يده. ونحن نصحوا اللاعبين في الجزائر. يده قدوة. وليس لديك وراجة. وليس يقول لك العام هذا. لأنه يجب على الفتبول. العام هذا يعطيك غدوة ينحي لك. لأنه يجب دانьте أشخاص. إعطان الله. الفتبول مع التحنيين أن يلاحب اللاعبين يحبين! تعد ذلك ? ترجمة نانسي قنقر 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 أعطي الإطلاق لكي نتعرف مع الكاتجوري سبور وأن الفريق أعطي لي هذا وأن يكون هناك كاتجوري سنسب للعمل ونشكرهم على هذا ونشكر الأول الذي أعطيني الذي أعطي في ثقة هو مرة كاروف المدرب السابق هو الأول الذي أعطيني هذا الثقة وأن أعود رجعني الفريق وثاني المسيرين يرام شكفوا يونكو رجعوني وإن شاء الله نكون في حسن هذه الثقة إن شاء الله قالوا لي مقبل جينا الحمج فيناها ما شاء الله كي نفاصة بزاف تحب تريح فيها ولا ضيفوا بيك تروح مع لزامي وين هذه صح كما البارج هذا تكسبت وأن معظم أولاد تزيوزوا يروحوا لتمة باش يبدلوا شوية على خرجوا شوية على المدينة على السيركولاسيون على الأخر كي مزاف ناس يروحوا لتمة وإحنا ثاني من ذاك نروحوا لتمة مع دراري ولا مع أصحابي ولا نروحوا نبدلوا شوية وقت ما نتكل على الأرض نتكل على الأرض نتكل على الأرض نتكل على أصحابي نتكل على أصحابي نتكل على أصحابي كما قلت كما قلت كين آئمة بزاف كين علماء كين لعبين كين مسيرين كين أطباء كين في هذه المنطقة معروفة على الساحة الوطنية وغراسة تانية على شببة القبائل المعروفة عن الناحية الإفريقية والعالمية حبي وسط المساش بلي منطقة القبائل جزء اللي يتجزع من الجزائر ومنطقة القبائل خرجت الرجال جابوا الاستيقال للجزائر وحنا ما نقدر واش نقول الجزائر بلا منطقة قبائل ولا بلا قسنطينة ولا بلا عنابة ولا بلا آلجي ولا بلا السحراء كل منطقة وعندها خصوصيتها وكل منطقة اعطت ترجال لهذا البلد ما فيها القبائل ولا الشرق ولا الغرب ولا من الصحراء كل منطقة اعطت رجال وعطت علماء وعطت لاعبين وعطت كما قلت لك احنا عنا هذي هذا قبائلي هذا شاوي هذا ترجي هذا وهراني وربريزنتو سمن بي عنا هذ الميزة وان رجال ماتوا على هذ الوطن كسوا قبائلي ولا شاوي ولا ترجي ولا ماتوا على هذ الوطن لازم احنا ثاني نحافظوا عليه ونعلموا لهذا الجيل اللي رأوا طالع باللي رأنا كل جزائريين ونمثلوا كل وطن واحد وان شاء الله ان شاء الله نمدوا يمبوني ماج لهذا الوطن وثاني احنا خاصة منطقة القبائل نمدوا يمبوني ماج لهذا المنطقة وان شاء الله نكونوا احنا كلاعبين قدما ندينا يمبوني ماج ونخلوا ان شاء الله الجيل يوجين بوني ماج باش لهذا البلد يتطور من كل نواحي ناسي ما حكيتلي على منطقة القبائل لازم نحكي